موسيقى أصعد الله وقاتكم بكل خير ملجزل إهم الأنباء بقناة زير نيوز أهلا بكم يشرع اليوم الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس في زيارة دولة للجزائر بمعية وفد هام من رجال الأعمال يمثلون عشر قطاعات حيوية وذكر بيان للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماعات بين مجموعة العمل اليونانية ونظيرتها الجزائرية في مقر الغرفة بهدف إيجاد مساحات مشتركة بما يخدم الشركات من البلدين وتأتي زيارة الرئيس اليوناني بعد شهر من زيارة قام بها نائب وزير شؤون خارجية للعلاقات الاقتصادية الدولية برفقة مجموعة من رجال الأعمال الأعضاء في اتحاد الصناعة اليونانية وراغبين في استكشاف السوق الجزائرية أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الجمعة في اختتام أشغال الدورة الثانية لللجنة العليا المشتركة الجزائرية الفرنسية بباريس أن الفترة الحالية بين الجزائر وفرنسا تمران بمرحلة هامة وملائمة جدا لتطوير التعاون الجزائري الفرنسي وأن الحذر المتوخى في الباضي لم يعد مقبولا ودعا سلال المؤسسات الفرنسية إلى المساهمة في جهود الجزائر في مجال التصنيع مشيرا إلى امتيازات تفاضلية منحتها الجزائر للشركة الفرنسية المستثمرة في القطاع الاقتصادي وقع العملاق العالمي للمصاعد الهوائية بوما على اتفاق لاستحدث فرع له بالجزائر في شكل شركة مختلطة في إطار قاعدة الأغلبية الوطنية المؤطرة للاستثمارات الأجنبية بالبلاد وفي بيان لها أعلنت الشركة الفرنسية عن خلق مؤسسة للنقل عبر الكوابير بالبلاد على أن تستحوذ بوما على حصة 49% من رأس مال المؤسسة الجديدة أكد مدير الجماعات المحلية لدى وزارة الداخلية والجماعة المحلية أن التكفل بانشغالات موظفي ولاية ورقلة على إثر الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المنطقة يأتي على رأس اهتمامات السلطات العمومية جاء هذا خلال ترأسه أمس وفدا من ممثلي قطاعات تابعة لوزاراتها التشغيل والعمل والضبان الاجتماعي والسكن والعمران وكذلك الطاقة والمناجم والموارد المائية نعم حقيقة توجدنا على مستوى ولاية ورقلة هو يأتي تنفيذا وتجسيدا لتعليمات والتزامات سيد معالي وزير الدولة وزير الداخلية والجماعة المحلية وذلك من أجل تدعيم كل الجهود المبدولة من طرف السلطات المحلية وعلى رأسها سيد الولي من أجل التكفل بمختلف المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والتي ترمي كلها إلى تلبية حاجات وتطلعات المواطنين المشروعة دوليا وفي لبنان فادت مصادر أمنية أنه تم العثور على جثة رجل ثلاثيني من بلدة عرسال مقتولا بالرصاص على مقربة من بلدة البزالية وأعلنت جبهة النصرى الفرع السوري لما يسمى بتنظيم القاعدة إعدام أحد عناصر الأمن اللبنانيين المحتجزين لديها وفي بيان لها نشرته على موقعها بتويتر قالت الجبهة إن إعدام الجندي اللبناني جاء ردا على اعتقال نساء وأطفال مؤخرا مهددة بإعدام جندي آخر إذا لم يتم الإفراج عنهم في أقرب الأجال في أوكرانيا قتل تسعة أشخاص على الأقل بينهم ستة جنود من الجيش وأصيب ثمانية عشر آخرون في هجمات عنيفة على مناطق سكنية بالمدن والقرى شرق أوكرانيا حسب بيان للقوة المسلحة الأوكرانية وحملت الحكومة في دونتسك المتمردين الانفصاليين سقوط قتلى من المدنيين مشيرة إلى أنهم استخدموا قاذفات هاون ومنصات صواريخ خلال الهجمات قبيل أيام من الهدنة المقررة يوم الثلاثاء المقبل وتزداد حدة نزاعات المسلحة في مناطق شرق أوكرانيا منذ منتصف أفريل ما أسفر عن مقتل أكثر من 4300 شخص بها في الرياضة عاد اتحاد الحراش للانفراد بصدارة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد فوزه على نصر حسين داي بهدفين مقابل هدف وحيد في الدرب العاصمي المقدم عن الجولة الثالثة عشر اتحاد الحراش كان سباقا إلى التهديف بوسطة متوسط ميدانه سليم بومشرة في الدقيقة الثانية عشر لكن المخدر حسين مترف عادل النتيجة للنصرية في الدقيقة الخمسة والعشرين وفي المرحلة الثانية عاد الحراشيون للتقدم في النتيجة عن طريق الهدف محمد Lamine عبيد في الدقيقة الثالثة والستين نهاية الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة